أعلن يؤاف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلية أنه بحث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريد ماكورك إصال ذخائر مهمة سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام وقال جالانت أنه ناقش مع المبعوث الأمريكي التقدم المحرز بشأن اتفاقي إطلاق صراح المحتجزين في غزة كما أكد أن إبراما صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا إذا توصلنا لاتفاق مع حزب الله